مرحبا بكم في قناة دي دو سمودي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمودي هادنا ان شاء الله نتكلموا على الكوكسيديا بالنسبة للجراءات الاولى اللي حسنا نديروها الى مرضنا الشي ارنب الكوكسيديا لان الكوكسيديا شحن مبتدئ كي اسمع كوكسيديا كي اسحب دلي كوكسيديا مع الشي مارد مع اسكيدين وهو الكوكسيديا هو منيكة ولا دياري يعني منيكة جلالهم كرشهم يعني الاراني بكي يعني البراز زيانهم كي ولي جاري بحل الماء هادك هي الكوكسيديا ايه الكوكسيديا المشكل دياله انها كتتعدوها يعني الناس اللي عندهم قاطية او عندهم تربية ارضية هادك الكوكسيديا كتتعدوها الناس موقع لي البارح كان كشتا كيما كتلاحظوا معايا انتم اللي غضرها سالذا هاد الكاج هنايا عمرت بالماء منين كنت حاك له الخبز هنايا الماء دار فوق هاد الخبز هادا وعمر هادك الخبز عمر ويعني منين نطف الصباح طليت على كما كتشوفوا معايا انتم ما منين طليت على هاد الميكة اللي راني داير له من التحت القيت بالليل بورازيالو عبارة عن مياه يعني مياه سوداء المهم اجراءة اللي اخصص اي واحد من تشوفوا هاد المشكل كاين وهو انكم تقطموا له شي حاجة يابسة اول حاجة عطيت هالو كيما كتشوفوا راها بسكين كاية كل دابا اعطيت له الفصة يابسة الناس اللي عندهم تبن مزيان تبنت او مزيان ولكن الاهم حاجة تبدو بها وهو الخل الخل وحدة معيلقة معيلقة ترتهالو مع الماء انتم ما هادا دتلو فيها معيلقة ديال الماء هادا غيطة سعادية دتلو فيها معيلقة ديال الخل دابا لاحظوا معي ان البراز ديالو بدكي تشمع له انتم ما لاحظوا معي هادوك البراز ديالو شوية 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 بقيا ما مجموعشو لكن مشي عبارة عن سوائل اه القادية ديال الجرب يعني خاص الحسيات من الجرب اسمه هاد البخاخ هاد البخاخ مشيشي حاجة مشيش كنقولكم كالكي تشيره وانما هو عبارة عن ماء ماء عمرتها بالماء ودرت فيه واحد معيلقة ديال جافيل اتشي يعني الروح ديال جافيل ودرت معه شوية ديال الخل معيلقة والمقدار اللي بغيته مشي مشكيه صافي وانكم قطقى هاد هاد الاكترية القنات القنات خصوم يترشوا بهاد طريق هكا وشديت واحد يعني واحد فورشات هاد جيهار كانت شوية اني مبغيش نوريكم ديال البشاعة ديال المندر المهم كانت عامرة بالوصخ ديالو في ركس هاها كاكا يعني تولى هاد شبك يعني هانتوما كما تشوفو رهنا نقي ونضيف يعني هاد هموال اجراءات اللولة اللي غدي ممكن انكم تديره عودوا الفيديو ارا مني تشوفوا هاد الميكا الناس يديرين كاش وديرين ميكا بحال هاد الشكل هادا مباشرة كتنضيف الصباح كتشوفو هنايا عنتوما يلقيتوا البورازيالو يعني حبات من كركبة صافي راهم زيان لقيتوا سوائل سوداء هاكا عرفو راك هاديك راك الكوكسيديا كوكسيديا كتكن تعرفوا اسمو بعد السبب من فيالاش اول حاجة شوفو السبب يعني إلا كتو كتعطيهم مثلا خضرة راها جرات لهم كرشوم إلا كتعطيهم شي حاجة جارية نبات يعني اخضر راها جرات لهم كرشوم انتوما بغض النظر على المسببات صافي مباشرة كتمشيوا كتديروا اول حاجة معلقة ديال الخل تديروها لهم مع الماء هايا صافي درتوا معلقة ديال الخل الاكل يكون ناشف اي حاجة تكون ناشفة ومن الاحسن يكون التبن تبن سيكون غريبة انه يعطيهم التبن ولكن ارى ارى كي يخدموا حد درجة يعني يعني فعال مئة بين مئة التبن أعطيهم لهم والفصة اليابسة وتاء الخبز الخبز ولا نخال او لا اي حاجة يابسة الحبوب لا أعطيهم في اللون شي حاجة يعني من احسن التبن هو التبن كي يجمع لهم كرشهم ومنين تديرو هاد الخطوات هذي النظافة النظافة خص الكاج يبقى بحالها فانتو ممكن ممكن تشوفوا معايض بيدراء كان كان يعني الكاج يعني ذاك البرازية لهم عم داير بحل سائل هو سائل يعني هاد جيه كانت سوداء يعني شديت واحد بفورشة ودرت شوية الجافيل في الماء والخل وبقيت كان فرق دبارها مزيانة ولاحظوا ان تل برازية لوانتو مصبرة اللهرها بدك يتجمع بدك يتجمع الناس اللي عندهم قاطع حاولوا انكم ينشوفوا الفورشات الارضية يعني عمرت عفوا اللي عندهم قاطع وعندهم التربية الارضية حاولوا انكم الارض يعني تنقيوها مزيان تنقيو تنظيف يعني الناس اللي عندهم كيجان هادي الطريقة انتم ممكن تشوفوا طريقة بسيطة وسهلة للغاية الناس اللي عندهم قاطع حاولوا انهم يشدو هادك يعني الناس اللي عندهم قاطع ويربيوا في الكاج يشدو هادك الارنب لموصاب يحيدوه يفرزوه بوحده حتى يعتنيو بيه حتى يبرأ وعند يردوه يعني هادكوكسيديا هاد المرض هاده كيتعدوى يعني ممكن ان غير اللمس ديال الكاج هكا يلمشوتها واحد كانت فيه لديارة والاخر مفيش صافي الاخر سهو كيتعدوه اذا الحلقة ديالنا هي هاده يعني اه اجراءات بسيطة بسيطة كل شي موجود عندكم في الدار الخل و التنظيف و جافيل بلشك ان اي ضارة فيها جافيل اه نقيوه مزيان و ديما يتكون عندكم واحد شوية تتبن خليو عندكم يعني الحالة ديال الطوارئ يعني اسموه طوارئ وهو مني يكون مني يتضرب الكوكسيديا مباشر اعطيه تبن و ان شاء الله كيولي مزيان الناس اللي غادي يقول لك لا احنا بغينا شي حاجة فورية مئة بالمئة راه عندي واحد الفيديو دير على حسب الامهات ان الامهات كيكونوك يردعو ما ممكنش اننا بحالة بهذا الارنب هذا ممكن انه يومين نهر الثالث عاد يضرب يعني كثقات كرشوك تجمع بشوية 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 ولكن الناس اللي بغاوا ذلك الشي يكون فوري يعني لان الامر مرضعة الى مرضعتش يعني الصغار ديالها غي واحد اليومين نهر الثالث راهم غادي غادي لقدار الله يقدروا يتطردهم شي حاجة وقدروا يموسوا لان الصغار ما كيمردوش ما كيصبروش خصا في البرد ما يصبروش خصا ضرورة رضاها اذا الاجراءات الاولى وهي واحد دولة راه بشاري اسمته سمكتا سمكتا كتديرو خنيشة راه كتبع خنيشات كتديرو خنيشة مع الماء وكتديرو واحد المحقانة وكتحيدو لها ذاك اليبرة وكتشربوه لها مباشرة في الحلق ديالها يعني تحلو لها فمها وتعطيو لها راه تاوى هدك يعني جيد فعال يعني بعد ساعة صار فيك أن تشمع لها كرشاكت ولي مزيان اما بالنسبة لها الاجراءات الاولى لي الواحد القاطع مثلا دكور ولا صغار ولا الخل راه سلاح يعني يعني مزيان من كوكسيديا لالحلقة ديالنا هي هيه دي كنتمنى انني ما نكون تطولت عليكم ونكون خفيف عليكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معانا يشاركو معانا قناة غادية بالدعم ديالكم تنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيووا على زر جام سندونا في زر جام وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة